بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مفتاح النهاردة تكلم فيه عن أهم ما يكون ألا وهي الصلاة مفتاح الصلاة إيه؟ عشان تصلي صح علشان تخشع صح علشان تناجي ربنا صح تعمل إيه؟ تخيل مفتاح الصلاة الطهور يعني الوضوء الوضوء نعم يعني أنت عايز تصلي صح اتوضى صح إيه ده وممكن يكون في حد فينا ما بيتوضاش صح؟ لا ممكن يكون بنتوضى الوضوء المعروف اللي هو نقدر نقول عليه النظافة أقل ما يعرف بيه النظافة خش على الحنفية وعلى الصمدور الحنفية يعني خش توضى بسرعة مضمض سلوشه إيده بدون أي حضور للقلب بدون أي استحضار للذنوب والمعاصي بدون أي توقف لضرقة في ناس ما بتسميش مع أن التسمية في أول الوضوء ممكن تبقى في القلب وممكن تسمي قبل ما تدخل الخلاء يعني لها أكتر من كيفية لكن الوضوء اللي إحنا بنتوضى ما يوقفناش في الصلاة صح توضى بسرعة مضمص تنشق مع أن النبي صلى الله عليه وقاله وسلم قال إسباغ الوضوء على المكاري كلنا يعرفين الحديث ده إسباغ الوضوء على المكاري إسباغ الوضوء هتلاقي نفسك بتصلي صح يعني توقف وإنت تتوضى مع الذنوب والمعاصي تخيل نفسك لو إنت بتتوضى والمية بتيجي على إيدك إنك إنت تفتكر نفسك وإنت بترتشي إيه؟ وإنت بترتشي اللي بيرتشي ده مش فيه ناس بترتشي وبتتوضى بتتوضى إيدك دي وإنت كده بتتوضى افتكر اللي بيرتشي يفتكر الرشوة واللي بيأزي حد بجرة قلم يفتكر برضو الآذة ده وهكذا لو إنت بتتمضمط جبت سيرة مين اغتبت مين نميت مين في مين تسخر بمين بتستهزق بمين وهكذا الإيد إيه اللي عملته حرام الرجل مشت إيه الحرام يوم ما تشهد عليهم أيوة ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون طب ممكن واحد يقول لك كده هو الوضوء آه الوضوء مش نظافة وطهارة وبس ده معنى من معاني الوضوء إنك تتوضى نظافة أما ليه النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ليه النبي عليه الصلاة والسلام قال لما الواحد مننا بيتوضى بتنزل وتخرج الخطايا والذنوب من أظفاره بتخرج من أظفارك وتخرج من دقنك تخرج من تحت منابت الشعر والأظفر الرجل والإيد إذن يبقى موضوع الوضوء مش موضوع آآ نظافة بس كده لا موضوع حسي ومعنوي يعني إيمان مختصر إيمان نص الإيمان وضوء مش كلامي قال صلى الله عليه وآله وسلم الطهور شطر الإيمان الطهور اللي هو الوضوء يعني شطر يعني نص الإيمان تخير أنا بكلمك النهاردة عن نص الإيمان لما تتوضى صح نص الإيمان أنا عايزك تتخيل لما النبع السلام يقول ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله اسمع ثلاث حاجات قال إسباغ الوضوء على المكاري وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة انتظار الصلاة ممكن في بيتك انت قاعد في شغلك وبالك على الصلاة لنك منتظرها هو ده ثلاث حاجات أنا عايزك تطلع منهم الصلاة ما فهمش صلاة إسباغ الوضوء ده وضوء كثرة الخطى ده بيمشي للصلاة طيب إيه كمان انتظار الصلاة انك قاعد مستنى الصلاة طب فين الصلاة الكلام النبي ما تكلمش عليها عليه الصلاة هو تكلم على ثلاث حاجات يخصوا الصلاة بيعملوا إيه يا أخوان يرفعوا الدرجات ويزيلوا الخطايا أما البالك الصلاة نفسها تبقى إيه الصلاة نفسها تبقى إيه لما التلاتة دول اللي بيودوا للصلاة ده أجرهم يزيل خطايا ويرفع درجات لما دول ده كده يبقى الصلاة نفسها تبقى إيه شفت؟ مش بيقولك الوضوء إيمام مش كده وخلاص ولا من وضوء أكبر من كده أسرار أسرار يعني انت لما تسمع النهاردة الإعجاز العلم النهاردة في الوضوء يقولك الطاقة والهالة والجلد بيتعالج صدمات للعين عشان تديها تنشيط والأنف يا راجل ده كل دول العالم ده إعجاز كل دول العالم النهاردة كدبة كده كدبة النبي محمد كان بيعمل إيه عليه الصلاة والسلام واخدين بوصايا النبي محمد عليه الصلاة والسلام في إيه؟ المضمضة والاستنشاق وغسل إيد عشان الأمراض والأوبئة والطوائن إلى غير ذلك طيب أنت بالله عليك كمسلم والوضوء ده من زمان أنت عارفه وش أعايش بيه هل تعرف أن حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم قال في الوضوء توضأ قال بالنسبة للمضمضة والاستنشاق بالغ في المضمضة والاستنشاق الا ان تكون صائما بعيد عن الصيام لما تيجي تتوضى بالغ في المضمضة بدل مرة ولا اتنين ولا تلاتة اربعة خمسة بالغ لان كل ما تبالغ في المضمضة والاستنشاق بتطلع فضلات ومكروبات وجرافين لا ينطقوا عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم ده ادي الوضوء الصحيح ان انا انا مش بتكلم على كيفية الوضوء لكن بقولك ان ده ايمان هو ده لي وصلك بعد كده للصلاة الصحيحة تتوضى مضمض سنشاق وبعدين في حاجة الغرة والتحجيل اين الغرة والتحجيل النبي على السلام قال لمن اراد ان يطل غرته فليفعل الغرة اللي هي بتبقى شفت الفرس لبيض وهنا في رأسه في كده شوية شعر سود او فرس اسود وفرسه شوية شعر بيض دي الغرة والتحجيل اللي برضو اللي بيبقى في الايد وفي الرجلين الفرس قال صلى الله عليه وآله وسلم ان امتي يأتون غرا محجلين يوم القيامة من اثر الوضوء يبقى دي الوضوء انك انت لما تغسل العضو خد حتة معاه زيادة الرجل تغسلها خد حتة كمان من السق معاها زيادة طيب اقول لك كمان عشان اقول لك مفتاح الصلاة الطهور ده اللي النبي اللي قال الكلام ده عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة عبد احدث حتى يتوضق وفي الواية لا يقبل الله صلاة بغير طهور سواء الطهور هنا مية او تيمم او ما ينوب عنهم تمام اذا هو مفتاح الصلاة الطهور طيب وتحرمها التكبير يعني مجرد ما تقول الله اكبر تكبيرة الاحرام بقت كده خلاص محرم عليك الاكل محرم عليك الشرب انت افصلها محرم عليك الدحك ادي كلمة تحريمها التكبير كبرت خلاص بقى حرام عليك الحاجات التانية تحليلها التسليم مجرد ما تسلم احل الله لك ما كان محرما عليك ايه كمان انت تعرف انك بمجرد ما تتوضى وتخلص وتقول الدعاء ايوة الدعاء اللي انت عارفه وانا عارفه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين والمتطهرين ايه اللي يحصل تفتح لك ابواب الجنة الثمانية يفتح له ابواب الجنة الثمانية نعم يدخل من ايها شاء تمن ابواب جنة تتفتح لك بعد ما تتوضى وتقول الدعاء ده انا لسه ما صليتش شفت مش بقولك اسرار تمن ابواب جنة تتفتح لك لانك انت قلت الدعاء بعد الوضوء وبعدين في حاجة عشان تعرف ان هي حسية ومعنوية طهارة بدن وطهارة قلب ده الوضوء طهارة البدن انك بتتوضى طب طهارة القلب لما تقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله دي طهارة من الشرك اللهم اجعلني من التوابين طهارة من الذنوب ومن المتطهرين طهارة من الاقدار والاوساخ يبقى طهارة من الشرك الشهادة طهارة الذنوب اجعلني من التوابين طهارة البدن ومن المتطهرين خد كمان اللي بيتوضى صح الوضوء اسراره ايه ربنا يحبك بالوضوء نعم فين دي فين دليلها ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين طيب يبقى نص الايمان افتح لك التمن ابواب جنة طيب ربنا بيحبك علاج الغضب الراجل اللي بيقول النبي عسلم او سيني قاله لا تغضب تمام طيب الراجل اللي كان بيقول النبي عسلم او بيسأل النبي قال له ايه اه اذا غضب احدكم فالايه فليتوضى طيب ليه الغضب من الشيطان والشيطان مخلوق من نار والذي يطفئ النار الايه الماء فلما تتوضى تهدى لو كل واحد فينا كل ما يغضب يفكر بس يتوضى حياتنا تتغير يبقى عندي فتح ابواب الجنة التمانية غلاج الغضب نص الايمان شطر الايمان ربنا بيحبك اسمع اللي جاية دي علامة الوضوء علامة اسمع بالله عليك اسمع علامة ليك انت لما تتوضى والغر والتحجيل والكلام ده عشان النبي عليه الصلاة والسلام يتعرف عليك في الاخرة هيتعرف عليك ازاي ازاي نبينا يتعرف علينا في الاخرة من الوضوء نعم من اثر الوضوء قال صلى الله عليه وآله وسلم ان امتي يأتون يوم القيامة غرا ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثر ايوة الوضوء يبقى عشان النبي يتعرف عليك الامة تعرف دونا عن الامم وانت عارفين أرض المحشر هتبقى جمعة كل أم على وجه الأرض كل الأمم من لدن آدم إلى يوم القيامة طيب أمة النبي في الأمم دي فين؟ تتعرف؟ بالوضوء إلما بتوضاش مش هقولك إلما بيصليش إلما بيتوضاش يتعرف إزاي؟ فما بالك بالصلاة إيه كمان؟ تحرف إنك إنت لو توضيت ونمت أي إنسان بيتوضى وينام؟ بيتقلب وهو نايم قال تعالى ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ده فضل من ربنا أنك تتقلب وانت نايم مش بتاعتك حفاظا عليك ربنا بيقلبك وانت نايم ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال مش شرط برضو واحد يقولك أنا بنام على اليمين يبقى نام من اليمين لغاية الصبح لا بالعكس إنت تبدأ نومك على اليمين وبعد كده تقلب براحتك طبق السنة وبعد كده لك إنك إنت تتقلب على أي جمد لو إنت تقلبت تعرف إنك إنت لو تقلبت وإنت نايم بس يتكون نايم على وضوء فهو إنت تتقلب كده دعوت الله بما تريد استجاب الله لك إيه ده إيه ده إيه ده آه حديث والله حديث عن نبيع السلام منام متوضئا ثم تعارى من الليل عارف يعني تتقلب تقوم عشان تشرب تقوم تدخل الخلاء أهو إنت بتقوم دي لو إنت دعيت بدعوة إنت عايزها تستجاب طب أقولك على حاجة أشد كمان واحد يقولك يا أعم الشيخ أنا ببقى نايم مش شايف قدامي يعني أنا عشان أصحى أخش الحمام ولا أشرب أنا مش شايف أنا ما بقاش حتى أقدر أدعو ما تدعوت لا تدعو عارف مين لو إنت توضيت ونمت مجرد بس تتوضى وتنام يوكل الله لك ملك عند شعارك إيه الشعار دي الشعار اللي هو يعني لسيق بك كالثوب الداخلي الذي يلسق بالشعر أدي كلمة شعار في حاجة اسمها شعار وديثار الدثار من كلمة المدثر أي الذي يلتف بثيابه يا أيها المدثر أي الملتف بثيابه فالدثار الثوب اللي بيكون من برة طب والشعار الثوب اللي يكون من جوه وكل الله لك ملك إذا نمت متوضئا لسيقا بك يدعو الله لك ويستغفر لك حتى تستيقظ شفت الوضوء كتير أنا بس مش قادر هقولك إيه ولا إيه فيه كتير في الوضوء بس أنا أكتفي بالقدر ده وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر